خبراء الصحة في النمسا يحذرون من انقسام في جودة العلاق بين الأغنياء والفقراء لأن في حسب التقرير صدر مؤخرا أن في أكثر من 90% من النمساويين عندهم الرغبة في تقليل فترات الانتظار وتوفير المزيد من الأطباء حاليا دلوقتي بتروح عند البركتش أرس تنتظر ساعة ساعتين بتروح في المستشفى هناك برضو سلسلة من الانتظارات لو حبيت تعمل عملية إشاعة رانين ممكن تنتظر على الأقل شهرين يعني ومش في أماكن يعني هو في أماكن معينة النظام الصحي في النمسا أعتقد أنه عنده مشكلة حقيقية يعني بصراحة هذا التقرير فعلا ملفت للنظر أنه كشفت تقرير الصحة عن وجود انقسام متزايد في النظام الرعاية يعني هنا بس لأنه يكون معك مصاري بصراحة بتقدر أنك أنت يكون في عندك تأمين خاص بالضبط فتحصل على رعاية أفضل وبالتالي هذا انتقاد لاذع بصراحة لمنظومة التأمين الصحي للغران كينكاسي ووزارة الصحة أنه يوجد خلل يوجد خلل واضح وهذا الشيء معيب صراحة بحق النمسا ولا يجب أن يكون الوضع بهذا الشكل يفترض يكون فيه عناية صحية أفضل لأنه النمسا نحنا عم نحكي شوف سيد الكريم لما نحكي نحنا النمسا عم نحكي بالهاي كلاس بالهاي كلاس على مستوى العالم عم نحكي بمستوى متطور جدا يعني هلنا نقول النظام الصحي بالنمسا سيء أبدا ما له سيء ممتاز جدا من أفضل ما يكون على المستوى العالمي لكن فيه ضعف ولكن بيقلك أنه إذا معك مصاري أنت فبالتالي أنت تعالج أفضل فهذا الشيء بيخرب العدالة الاجتماعية الموجودة بالنمسا وبيعمل هذا الفارق بيقلك أشار أنه واحد وخمسة من النمساين راضون عن النظام الصحي الرعاية الصحية الحالي وخمسة عشر من الناس غير راضين على الإطلاق وبالتالي دي تاني مشكلة أمام الحكومة القادمة نعم وتسعين بالنمية بيقلك والمستوى الصحي نعم وتسعين بالنمية بيقلك تقليل فترات الانتظار وتوفير المزيد من الأطباء يعني دليل أنه في عجز عجز بكمية الأطباء السيد زمدوح لن تحل هذه المشكلة إلا إذا كان هناك قرار بعملية التكليف عملية التكليف أني طلبت طلبت كلية الطب لو عملوا من وجهة نظري لو عملوا عملية تكليف مش هيكون هناك احتياج أبدا طالب يخدم لمجموعة سنين معينة بعد ما يتخرج داخل النمسا اللي وفرت له كل الجامعة اللي وفرت له الجامعة ووفرت له المناخ اللي يقدر يدرس فيه الطب وبعد كده يروح مكان ما يروح كل ما يكون هناك إحلال وتبديل على مدار السنين مش هيكون عندك عجز أبدا نعم نعم صحيف في مختلف المجالات يعني أعتقد غبتل وتفضلت هو تحدي تحدي كتير بالغ الأهمية بصراحة للحكومة النمساوية المقبلة ولا نشوف كيف إمكاني التجاوز ولكن بصراحة يعني هذا العنوان أنا أرى أنه غير جميل بحق النمسا أنه يوجد انقسام ويوجد يعني طبقة أولى وطبقة ثانية بالعلاج الصحي أعتقد أن الشيء فعلا يحتاج يحتاج إلى المعالجة وعادة النظر نعم طيب